وتلاته يقبا دي بشرة جماعة عنده مشاكل عابده يقعد معه العابده يلاعب معاه عابده 1 شع 했는데 عابده عابده 2 شعปه 2 شائطة فلازم نقف مها الاقبينه لازم نقف مع الراجل ده لان راجل ده اللي النهاردة في المناسبة كان ساعيد جدا بالأداة و النتيجة اللي حققها النادي الأهلي أمام طالعه التجيش لانه أهم حاجه بالنسبة له هو تنفيذ التعليمات الفنية المطلوبة سواء في الشوت الأول لما سجل النادي الأهلي ثلاث أهداف ويواصل النادي الأهلي الأداء بنفس القوة خلال الشوت الثاني فالراجل ده أيضا يستحق مننا كل تحية وكل تقدير على الرغم قد يكون هناك اختلافات أو خلافات في وجهات النظر اختلافات في وجهات النظر ولكنها في النهاية الراجل ده بيكسبني كل حاجة وبيعملي كل اللي أنا عايزه كمشجع يعني مش كإسلام كمشجع هذا الرجل أو هذا المدير الفني واحد من المديرين الفنيين الكبار وجهة نظر اللي حيسطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي الأهلي اللي حضراتكو عارفينه إذا كنت بتتكلم عن هيدكوتي إذا كنت بتتكلم عن موسيماني إذا كنت بتتكلم عن فيلر إذا كنت بتتكلم عن الأسطورة من والجزيه أعتقد أن هذا الرجل حيسطر اسمه حعمل إيه بيعمل كل حاجة كويسة وبالمناسبة كرة القدم هي إرساء لمبدأ العدالة الله يدي له الصحة كابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط كابتن محسن مرة قال لي كده قال لي يا إسلام كرة القدم فيها ظلم كرة القدم فيها ظلم ولكن الظلم فيها يجب أن يكون ظلم عادل عشان كده الفرقة بتكسب قد يكون من وجهة نظر الرجل هذا الرجل أن هناك البعض يستحق أرصة ودن يستحق حاجة كده يستحق هو حر هو يختار ما يريده ويفعل ما يريده هو اللي ماسك العجلة هو اللي بيتحاسب بالمناسبة هو لو لقدر الله حصل حاجة في ماتش النهاردة أو حصل حاجة لقدر الله في ماتش الجاي هو اللي حيتحاسب عشان كده أنا بقول لحضراتكم المدير الفني له دائما الأولوية في كل شيء المدير الفني النهاردة مرسل كورو لما تسأل قال لك هو أيل أنا عملت تغييرات مبكرة لإراحة بعض اللاعبين بسبب ضغط المباراة ده طبيعي جدا وده إحنا شايفينه خلال الفترة اللي فاتت وأشاد بمستوطر محمد طهر